السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك في فنيات التخاطب ودي حلقة جديدة من فنيات التخاطب هكلمك فيها عن موضوع بيشغل بال كتير قوي من اخصائيين التخاطب ازاي افتح مركز تخاطب بدون اي تكاليف خلك معايا كتير من الاخصائيين اول ما بيدخلوا المجال يقول لك بص انا هقول لك على حاجة انا عايز افتح مركز تخاطب ولكن يعني ايه معهش تكاليف المركز سواء الانشاءات او الحاجات اللي بيبدأ بها اصلا المركز او اثناء فتح المركز كده معهش فلوس يصرف على المركز ده النهاردة بقى انا هوصل لكم اقتراح الاقتراح ده هيسهل علينا حاجات كتير خالص قبل ما تفتح مركز تخاطب يهميني ان انا اوضح لك نقطة مهمة جدا 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 ايه هي لابد انك تكون معد اعداد مهني ونظري بشكل جيد يعني يكون معك شهادات الشهادات دي تؤكد فعلا انك اخصية تخاطب ده من الناحية النظرية وتكون فعلا ممارس لمجال التخاطب طيب ليه يعني هو انا هحتاج شهادات ونظر ليه ما انا محدش شايف وهفتح مركز تخاطب وخلاص في الاول انت لو انت بتشتغل في مكان وعملت حاجة غلط او في مشكلة او كده ما حدش هيفتكرك او يعني هيقول انا كنت في مركز سين او صاد او كده هو المركز ده للاسف ابني حصل له مشكلة مش هيجيب سيرة الاخصائي مش هيكلم عنك انما لو حضرتك فتحت بقى مركز خاص بيك فدلوقت حضرتك اللي هتكون في وش الموضوع كله لو حضرتك مش كفاءة وما عندكش خبرة كافية وما عندكش شهادات تؤكد فعلا فعليتك في مجال التخاطب وانك دارس وفاهم وكده كده حضرتك بتكتب نهايتك في مجال التخاطب بأيديك لان انا دلوقت ازاي واحد كان ما بيعرفش يقوم خالص وبينزل كده يقوم في البحر وبيحاول يقوم فبتبص تلاقي ايه مع العوم مع العوم مع العوم وهو ما بيعرفش اصلا يقوم هتلاقي بيغرق بيغرق نفسه اي حد هيحاول ليينكزه او هيروح ناحيته هيغرق معاه فالناس كلها هتبعد عنه في وقت من الاوقات فمش هتلاقي حد بيجي لك خالص في الجلسات فيفضل افتح مركز تخاطب بعد ما يكون في خبرة كويسة جدا وكمان يكون معاك شهادات تؤكد فعلا انك اخصات غطب ودارس وفاهمه كده كمان احنا دايما كده بنبص ان الخبرة علاقتي بالاطفال تعاملي مع الحالات لا 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 انا اشتغلت مع حالات كتيرة خبرة فتح المركز دي او انك تدير مركز الادارة ده موضوح تاني تعاملك مع الاخصائين اللي بيشتغلوا معاك مثلا ده موضوح تالت تعاملك مع وليه الامور وكسبوا وليه الامر ده موضوح تاني ازاي انك توصل المعلومة لوليه الامر وتدير فريق عمل ده موضوع رابع وخامس وسادس ففتح المركز مش حاجة بسيطة كده ان انا بعرف اشتغل عملي فافتح مركز كتير اخصين بيكونوا شطرين في العملي وبييجي كده ما بيعرفش يفتح المركز او اما بيفتح المركز اموره ما بتكونش كويسة او مش بيقدر يكمل لانه ما عندوش فن كده لادارة فريق العمل او ما عندوش فن كده ازاي ان هو يطور من المركز او كده هو اشتغل بشكل فردي كويس انما مش عارف يوديار المركز فاما تفتح المركز لابد ان يكون في خبرة مهنية وادارية كويسة جدا الاقتراح بقى النهاردة اللي انا هقوله لك ازاي تفتح المركز بقى ده بعد ما اخدت الخبرة المهنية واخدت الدراسات النظرية والعملية كويس جدا ازاي تفتح المركز ده بدون اي تكاليف طبعا احنا عارفين ان احنا المركز عشان تفتحه وبتجيب موظفين وبتأجر مكان وبتدفع درائب وبتدفع تأمينات وبتدفع كهرباء وبتدفع مية وبتدفع نت وبتدفع حاجات كتير خالص دي كلها مصروفات بتطلع من المركز فانت ممكن تفتح مركز بدون الكلام ده كله ايوه تقدر تفتح مركز من غير الحاجات دي كلها لو عندك مستشفى خاصة مثلا او مجموعة عيادات كده او مستوصف او حضانة او جمعية خيارية دي كلها اماكن تقدر تاخد فيها غرفة تفتح فيها عيادة تخاطب او مركز تخاطب صغير كده في الغرفة جلسات فردية وبتتعاقد مع صاحب المكان اللي هو صاحب المستشفى او صاحب العيادات او صاحب المستوصف وبتقول له احنا مسلا ايه هنتعاون مع بعض انا هدي الجلسة وحضرك بتاخد مني نسبة سواء التلتة او النصة او كده ودي حاجة كويسة جدا لان حضرك ما بتجيبش اي حاجة خالص وما بتدفعش ايجار ده ساحب المستشفى وبتتعاونوا مع بعض ان انتو بتشتغلوا مسلا بالنصة او بتشتغلوا بالتلتة والتلتين او كده وهو حضرتك بتجيب ادواتك معاك داخل جلسة التخاطب وبيكون بس ممكن تحتاجه سكرتيري او دادة مثلا بتكون موجودة برا غرفة التخاطب علشان ايه تساعد وتدخل الحالات كده لغرفة التخاطب وصاحب المستشفى بيجهز لك المكان من المكتب والاساس بتاعه كويس جدا لانهو اصلا بيكون الغرف دي متجهزة داخل المستوصفات والجمعيات طبعا احنا بنعمل كده ده انسب حل لنا عشان نفتح مركز وبتبدأ تعمل دعاية نفسك كده حضراك ما دفعتش اي حاجة خالص واشتغلت بمجهودك وعملت اسمي ليك وقدرت انك تفتح مركز وتحط نفسك كده في ارض الواقع بالمركز بتاعك وانك انت خلاص بقيت عندك مركز وسط مجموعة عيادات كمان في حاجة عزا نوح عليها انك تفتح مكان في مستشفى او في مجموعة عيادات او مستوصف دي كده لوحدها ميزة كويسة جدا لان الطفل اللي بيجي لك عادة بيكون عنده مشاكل صحية بيروح لدكتور مخه اعصاب او بيروح لدكتور نفسي او بيروح لدكتور بطنع او بيروح لدكتور اطفال او بيروح لدكتور مناع او بيروح لدكتور لك طبيعي او بيروح لدكتور عزام مثلا فأما هتكون في مجموعة العيادات فدعياد التخاطب وعمل دعاية ليك كده وهو طالع وهو نازل على الدكاترة التانين شايفك فديك لوحدها دعاية وممكن كمان تتعاقد مع الدكاترة دول فتتبادله مثلا كده الحالات يعني هو بياخد عليك طبيعي فإيه يبدأ ينوه لواليه الأمر أنها في نفس المكان علشان ابنها ميتعبش مثلا تقدر تجيبه أن فيه أخصاء شاطر موجود في المكان فدي ميزة كويسة جدا أنك فاته وسط كده دكاترة دعاية مجانية ليك كمان المستشفى أو المستوصف هو بيخلص لك إجراءاتك القانونية لو لك ترخيص طبية هو بيعملها لك لأنه خلاص عضو كده في فريق المستشفى كمان الإجراءات الدريبية أو الإجراءات التضامن الاجتماعي لو أنت فتح في جمعية أو الترخيص أو أي حاجة هتخصك هو بيخلص لك بياخد بياناتك كده وبعد كده بيتوصل مثلا من وزارة التضامن أو وزارة الصحة أو أي إن كان المكان اللي هو فتح المؤسسة تابعه فحتى دي كمان ريحك فيها أنك مش هتجري كده وتروح تخلص إجراءاتك لا أنت خلاص هتروح تاخد المكان بكرة هتشتغل بكده أكون خلصت حلقة النهاردة وإديتك اقتراح لو أنت عايز تفتح مركز بدون أي تكاليف ولينا نلقى إن شاء الله في حلقة جديدة من فنيات التخاطم ولو عندك أي استفسار يخص مجال التخاطم أو يخص موضوع الحلقة سيب لي تعليق كده تحت الفيديو وهرد عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته